عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميذاتي الأعزاء يتجدد بين اللقاء إذن في الفيديو السابق شرحت لكم كيفية الإجابة عن السؤال الأول والثاني والثالث وكيفية الحصول على النقط كاملة في هذه الأسئلة الثلاث اليوم سننتقل إلى الأسئلة المتبقية ونستهلها بالسؤال الرابع نحن نعلم أن السؤال الرابع في مرحلة التحليل ويقابل في سنة نقطة تنة بمعنى نقاط مهمة جدا لا يجب أن تضيع لأي سبب من الأسباب دائما في جهات الضال بيضاء بشكل خاص أو غيرها يطلب منك استخراج ألفاظ وعبارات تناسب حقل المؤين الحقل التنمية حقل الحداثة إلى غير ذلك في الغالب حقلين كما يمكن أن يكون ثلاثة حقول دلالية المطلوب منك فقط تركيز في السؤال دائما قرأوا السؤال بشكل جيد قد يطلب منك استخراج ألفاظ كلمة واحدة أو عبارات كلمتين فبالتالي ننتبه إلى السيغة أو ماذا طلب منا تلميذ للأسف نجد أثناء عمل يتصعه يستخرج دون أن يقرأ المطلوب ممتاز استخرجنا الحقل الآن سنمر إلى العلاقة الجامعة بين الحقل العلاقات هي متعددة ومتنوعة وهناك ملاحظة مهمة أشرت إليها هنا وهي أن العلاقات ليست معطن جاهزاً لا نحدد العلاقة من تفكيرنا ومنطقنا بل نحددها انطلاقاً من مضمون النص مثلاً في جهة الضال بيضاء سنة 2021 كانت طلبة من التلميذ أن يستخرج ألفاظ وعبارات تدل على التكنولوجيا وألفاظ تدل على القراءة وجدنا أن أوراق كثيرة جداً وضعت في العلاقة علاقة تضاد وتعارض رغم أن النص لم يتحدث عن التضاد لم يتحدث عن أن التكنولوجيا انعكست سلباً عن القراءة بل قال أن التكنولوجيا عززت وسائل القراءة ونوعت في القراءة فبالتالي هنا عنص الإجابة جاءت واضحة هي علاقة تراوط وتكاون إذن هنا نكون أمام تحديد العلاقة انطلاقاً من ما نفهمه في الحياة العادية لا وهذا خطأ دائماً العلاقة تحدد انطلاقاً من مضمون النص العلاقات كما قلت هي متعددة لا يمكن لجميع التلاميذ أن يعتبروا أن العلاقة صحيحة هي ترابط وتكامل فقط بالفعل ترابط وتكامل انتجام علاقة توجد بكثرة ولكن هناك علاقات كثيرة جداً يجب أن ننتبه إليها ترابط وتكامل انتجام نجد أن الحقلين معاً في ارتباط وثيق الحقل الأول يكمل الثاني والثاني يكمل الأول نقول مثلاً تنمية المادية تنمية المعنوية إذن هناك ارتباط بين ما هو مادي وما هو معنوي في إطار التنمية وغيرها الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي هناك ترابط وتكامل في علاقتهم مثلاً بالتنمية وهكذا إذن ترابط وتكامل نتحدث عن جانبين إيجابيين والأول يكمل والثاني يكمل الأول العلاقة الأخرى هي علاقة سببية متى نقول أن العلاقة علاقة سببية؟ عندما يكون الحقل الأول سبب والثاني نتيجة للأول نقول مثلاً شبكة التواصل الشماعي والأضرار علاقة سببية لأن شبكة التواصل الشماعي ماذا فعلت؟ سببت أضرار لمستخدميها وهكذا علاقة تضاد وتعارض يكون في الغالب الأول إيجابي والثاني سلبي إيجابية تكنولوجيا سلبية تكنولوجيا الأثار الإيجابية الأثار السلبية وهكذا هناك تضاد الحادات التحديث من زاوية عربية طبعاً تضاد من زاوية أخرى ره ترابط وتكامل دائماً عندما يطلب ممكن التعليل نكون على ثقة أن الحقل يتقبل علاقتين بمعنى لا تخف إذا وجدت أنت كتبت ترابط وتكامل وصديقك كتب تضاد وتعارض فكل الإجابات صحيحة لماذا؟ لأن عناصر الإجابة تأتي واضحة تقبل كل علاقة عليلة بشكل صحيح لأن النص يتضمن مثل منح التضاد ويتضمن منح الترابط وآخر علاقة هي علاقة تأثير وتأثر هناك علاقة أخرى أنا اكتفيت بالأكثر تداوناً والأكثر استعمالاً تأثر وتأثر يكون الأول يؤثر والثاني يتأثر دائماً تبهوا يكون الأول يؤثر في الثاني والثاني يتأثر بالأول نقول مثلاً الإشهار والطفل إذا الإشهار يؤثر في الأطفال والأطفال يتأثرون بالإعلانات والإشارات التي تبث مثلاً في القنوات التلفزية تعليل دائماً نبدأه بلأن هكذا ليكون تعليلنا واضحاً إذن نعيد فقط تذكير بالملاحظة الأساس أن العلاقة تحدد انطلاقا من مضمون النص هذه الصورة الأكثر تداولا كما يمكن أن يأتي الحق الدلالي الواحد بالنسبة للحق الدلالي الواحد هو موضوع النص إذا طلب منك تحديد الحق الدلالي فستجيب أن الحق الدلالي هو مثلا إشهار تنميات تكنولوجيا حداتة التواصل بما أن الحق الدلالي هو الموضوع الأساس للنص الحق الدلالي المهيم علاقته طبعا بموضوع النص تكون هي علاقة ترابط وتكامل وانسجاب لماذا استعمل الكاتب حقلا دلاليا واحدا هو في الغالب نادرا ما نجده حقلا دلاليا واحد ولكن نجده طغيانا لألفاظ وعبارة تتماشى وحق الدلالي واحد لأن الكاتب أراد أن يركز على الموضوع من زاوية واحدة مثلا إيجابيات الإشهار هو أراد أن يركز فقط على إيجابيات الإشهار فاستعمل حقلا دلاليا يتماشى مع إيجابيات الإشهار نمر الآن إلى السؤال الخامس بالنسبة للسؤال الخامس سأتحدث هنا عن جهة الضالبيضاء وغيرها سؤال الخامس في أغلب الجهات إما يطلب منكم تحليل قولة أو سؤال مباشر بالنسبة للسؤال مباشر شرحته في الفيديو السابق استخرج الخصائص بيين وضح العلاقة إلى غير ذلك فهنا الأمر بسيط جدا نجيب مباشرة من النص بمعنى السؤال الخامس يكون بسيط جدا تستخرج الأشياء من النص لكن تبه لملاحظة أساسية وهي إذا طلب منك تحديد العلاقة بين عنصرين مثلا جهة ضرعة في ليلت إذا لم تخلني الذاكرة في امتحان من امتحانتها لسنة 2022 أعتقد أعطت في السؤال الخامس حدد طبيعة أو حلل العلاقة الجامعة بين الألعاب الإلكترونية والآثار السلبية على المراهقين أعتقد فالعلاقة هنا علاقة سببية لماذا؟ لأن هذه الألعاب الإلكترونية سببت آثار السلبية على المراهقين ونستدل بأمثلة عن ذلك إذن أنا أعطيتكم السياغ التي يمكن أن تأتي في السؤال الخامس كسؤال مباشر كما يمكن أن يأتي تحليل قولة ما الفرق بينها وبين الشرح قولة في السؤال الثلاثة؟ لا فرق على مستوى الفكرة بمعنى نقوم بإعادة سياغة القولة بطريقتنا الخاصة نبين للمساحة أننا استطعنا فهم القولة ونستطيع أن نعبر عنها بطريقتنا الخاصة الطريقة أو النموذج الماتل أمامكم هو فقط اجتهاد بمعنى إذا كان الأستاذ في القسم لم يتحدث عن هذه العناصر فليس خطأ لأن لا يوجد في الإطار المرجعي ما يحدد تقنيات تحليل قولة يقال أن تقبل كل إجابة تحقق فيها الفهم الجيد للقولة وعدم الخروج عن موضوعها واللغة السليمة لكن بالنسبة لي أحاول أن أذرب تلامدتي دائما على سيغة معينة الهدف منها هو عدم تضيع الوقت لأن إذا تفاجأ التلميذ بالسؤال يمتعا سيضيع الوقت في التفكير بكيف يبدأ وما هي العناصر التي يمكن أن يذكرها أو لا فهنا أعطيتكم العناصر جميعا التي يمكن أن تستدلوا بها في السؤال الخامس وهي الماتلة أمامكم إعادة سياغة القولة بأسلوبكم الخاص نشرح المفاهيم الأساس في القولة ونفسر مضمونها نستدل بأمثلتين وشواهد إذا تمكننا من ذلك وإمكانية إعطاء الرأي الشخصي لأن نفتح لي القولة أو مناقشتها أو توسيعها نكون هناك إمكانية طبعا لإعطاء الرأي الشخصي في موضوع القولة إذن تلميذة الأعزاء هذه العناصر الأساس في السؤالين الرابع والخامس ترقبوا الفيديو القادم بخصوص احتمالات السؤال السادس تركتها في فيديو مستقيل نظرا لأهميتها من جهة ولكطرة العناصر الواردة ترجمة نانسي قنقر